أمير المؤمنين سلام الله عليه في مكان آخر يشكوا سلام الله عليه يشكوا سبحان الله سبحان الله يشكوا من أمة آخر الزمان ما أدري ينطبق علينا ما ينطبق علينا أنت أعرف أنا راح أقرأ ملانة كلمات أمير المؤمنين شوفوا كيف يشكون يقول وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب من القرآن سلعة بايرة ما حد يرى له بايرة الله وكأنه الإمام سلام الله عليه بعين الغيب ده يقرأ ملانا ماذا سيحدث يقول بايرة سلعة البايرة أحد يشتريه وما يشتريها عزائي يقول ما أحد يشتري القرآن أبدا وإذا واحد ينادي بالقرآن مولانا ألف اتهام يتهموا ملانا المسك قال وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته يقول أولئك الذين يدعون أنهم هم حملة ماذا حملة القرآن ماذا فعلوه نبذوه وراء ظهورهم يعني جعلوه قائدا أمامهم لسائقا خلفهم قال وقد نبذ فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته هذول اللي يدعون أنه أحنا نحفظ القرآن باللسان و بالبيانيات و بالتصريحات قرآن و قرآن ولكنه عملا يعملون به لناسي القرآن ناسي وتناساه حفظته فالكتاب يومئذ وأهله أهل من أهل الذين يدعون إلى القرآن فالكتاب يومئذ وأهله من فيان طريدان يطاردوهم كل مكان يقطعون عليهم برنامج ايشنون تقول محورية القرآن بابا والله بالله أنا ما قلت من عندي هذا كلام أمير المؤمنين يقول كل شيء ماذا قرآن فالكتاب يومئذ وأهله من فيان طريدان و صاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون ما أحد يقول لبابا روح مدفيدنا مولان روح مدفيدنا لا يؤويهما مؤون فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس و ليس فيهم موجود اسمه ولكنه واقعه موجود أو غير موجود فيه الناس و ليس فيهم و معهم و ليس معهم فاجتمع الناس على فاجتمع القوم على الفرق هذه أبحاثها